إذن صارت مقابلة مع عودي صارت مقابلة وجه اللي وجه وياك آخرين لو كانوا موجودين أسماء طبعا الليجنة الأولمبية كان بها عداد كبيرة جدا من العاملين المهم أنت لا أنا أقصد كمقابلة أستاذ جلال حتى بس أفهم شمي الحوار اللي دار بينك وبينك هذا مهم الحوار هو باضح يعني أنت رايديك تشتغل وانت هناك في آنذاك ما تقدر ترفض ما تقدر تقول أنا ما أقدر أشتغل ما تقدر هو إيش قل لك قال إحنا وقع اختيارنا عليك واسمعت أنت عندك خبرة في هذا المجال وريدك تشتغل معنا وإن شاء الله أتخذ مننا الشيء اللي أريده وكذا يعني أنت ما تقدر تقول له فبلشنا بالتلفزيون بعدها وبالشغول التلفزيون كان يأخذ يوميا يأخذ حجم أكبر من ما هو موجود يعني على مستوى المشاهدة وعلى مستوى التفاعل وعلى مستوى كسب الناس وحتى على مستوى الفنانين الفنانين أكثرهم صاروا يردون يبرزون من خلال هذه الشاشة يعرضون أعمالهم في تلفزيون يعرضون أعمالهم سواء على مستوى الغناء والموسيقى وعلى مستوى الأعمال الأخرى يعني التلفزيون تصبح مركز جذب بصراحة لأن القناة الثانية كانت مكرسة للبرامج التقليدية يعني أكثرها سياسية واقتصادية وكذا ما شابه ذلك ومتابعة الأمور الأخرى فهكذا كان العمل يعني في هذه القناة الإعلامية إلى أن أنا بعدها بصراحة لما حثت هذه الحادثة قررت أن مال الرضوانية ما قلت بقيت بالرضوانية؟ بقيت فترة هي مو قضية المدة أستاذ جلال هي قضية الجانب المعنوي يعني أنت أستاذ جامع أستاذ ومدير وكذا وعندك معي تكناس تشتغلوا يهم ومباشرة أنت تشوف نفسك في سجن في سجن وعقوبة فلذلك قررت أن أبتعد بأي حال من الأحوال ومو فقط أبتعد عن التلفزيون الشباب وإنما غادر لأن الأفاق المستقبلية على مستوى الجانب السياسي أو حتى الاقتصادي ما تبشر بخير وكثير من العراقيين يعني كانوا يردون يعني غادرون لأن البلد أصبح في وقتها طارد للكثير من الناس اللي يردون حياة أفضل اشتركوا في القناة